حاجات تتمنى أن لو خرجوا من هذا الحوار وطبقوا يعني خرجوا وطبقوا ترى أن هذا حوار ناجئ وأنه فعلا نقلة سياسية كما تقول قانون مباشرة حقوق سياسية يمكن الأحزاب والسياسيين قانون أحزاب يفعل الحياة الحزبية يقضي على سيطرة رؤساء الأحزاب ورجال الأعمال على أحزابهم سيطرة ولأن الحياة ساعات اللي بيطالبوا بيه رؤساء الأحزاب ما بيعملهوش في أحزابهم فيبقى الممارسة الديمقراطية في الأول مفعلة داخل الأحزاب عشان نقدر نطالب بيها ويبقى عندنا حياة حزبية تغيير لجنة شؤون الأحزاب يعني طبعا فيه كلام كتير أنا كتبه في القصة دي أنا بشوف أنه لو كمان خرجنا من الحوار بمجلس اقتصادي على مستوى الاقتصاد مجلس يدير الاقتصاد ويؤسس الاستراتيجية طويلة المدى ويبقى فيه تكنيك بعد كده قصير المدى لتنفذها أعتقد أن ده كمان بيبقى شيء محترم لو التلات أربع حاجات يعني صلحنا السياسة اللي هي القاطرة بتاعت الله وخلينا مسألة الاقتصاد مؤسس بمنهجية أعتقد هنبقى قطعنا شوكي الحكومة هتسمح لك بمجلس اقتصادي الحكومة هتسمح لك أن انت تعمل مجلس اقتصادي استشاري تسمع فيه وجهة نظر أخرى لا ده مش استشاري ده يحط رؤية استراتيجية ما هوش استشاري ويبقى دور الحكومة ما ده دور البرلمان السلطة التنفيذية حضرتك دورها التنفيذ مش وضع لأننا لو اديت كل وزير فكرة أنه يضع السياسات والاستراتيجيات كل ما يتغير الوزير تتغير الاستراتيجية احنا زمان كان عندنا مجالس قومية متخصصة وخطط استراتيجية مسألة الاقتصاد لا مسألة مهمة وما ينفعش أن يترك لأنه حركة الاقتصاد ما ينفعش يتحل بالجزئية انت شايف الوضع يعني أو السياسات الاقتصادية كيف تحكم عليها أنا طبعا كلنا فاهمين اللي حصل ده حصل إزاي وروحنا فين المسألة الداخلية واضحة والأزمة العالمية اللي نورت النور وكشفت المسائل الداخلية بس هل ما لهاش حلول لا ليه حلول بس يعني نلجأ للمتخصصين وانا بتاعت شوية انا عايز دايما نقول انه اللي كان جزء من المشكلة ما بيعرفش يحلها بيحتاج استشارة ايا كان طريقة دخوله المشكلة او انه يعني مرغم مش مرغم دي الظروف الظروف العالمية مش مهم الاسباب احنا في النهاية دولة واحدة والنهاردة عايزين نمد ايدينا ونحل المشكلة اللجوء لمجلس اقتصادي ده شيء في منتهى الاهمية وجود وزير اقتصادي ينظم العلاقة بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية يعني حد يبقى مودريتور للعلاقة دي جوه الحكومة دي مسألة اصبحت فرض